عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التطوير في نطاق محافظة الجيزة خلال الاجتماع وجه رئيس الوزراء ببدء اجراءات تنفيذ مشروع تطوير الهوية البصرية لمحور جامعة الدول العربية نظرا للأهمية الكبيرة لهذا المحور المروري بعد اطلاعه على التصميمات المقترحة للمشروع كما تم الاشارة الى ان هناك 11 محورا مروريا جديدا تم وجاري تنفيذها حاليا بالبيزة وهو ما يسهم في احداث نقلة نوعية في الحرقة المرورية والقضاء على العديد من الاختناقات وتم استعراض الموقف التنفيذي لأعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير ترجمة نانسي قنقر